هذا وقد توسط الرئيس السيسي صورة تفكارية مع القائمين على موسم حصاد القمح بمشروع توشكا جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمنطقة توشكا بجنوب الوادي بمحافظة أسوان حيث شهد بدأ موسم حصاد القمح في توشكا في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات وتحقق تفرة زراعية فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة